الموضوع الثاني عندنا راح يكون عبارة عن البرسيفيتيشن اند ابابوريشن طبعا المحاضرة هذه راح نقسمها الى محاضرتين المحاضرة الاولى راح نغطي فيها البرسيفيتيشن وان شاء الله المرة الثانية راح ناخد اللي هو الابابوريشن فاحنا نعرف طبعا البرسيفيتيشن يعتبر شنو is the main input for the watershed يعني انا عندي ووترشيد معينة الانبوت حق الووترشيد عبارة حق شنو عبارة عن اللي هو البرسيفيتيشن الاوتبوت اللي هو عبارة عن شنو عبارة عن الستريم فلو يعني هنا اخذنا هذا الكلام في المحاضرة السابقة وشفنا ان الانبوت واوتبوت اوكي فالهيتوغراف قلنا انه عندنا هني شيء اسمه هيتوغراف وقلنا انه في عندنا شيء اسمه هني الهايدروغراف والهايدروغراف علاقة بين الكيو والتايم والليتوغراف علاقة بين البرسيفيتيشن او نسميها الاي انتنسيتي رح ناخذها اليوم زين مع اللي هو التايم اوكي ممكن تكون يعني باترن معين حسب اللي هو طبيعة الامطار ماشي فلما اني نطالع على البرسيفيتيشن is water falling from the atmosphere to the earth in the form of rain على شكل الامطار snow اللي هي عبارة عن الثلوج hail اللي هو اللي هو اللي بردي احنا نعرفه زين سليت اللي هو عبارة عن طبقة الثلج اللي هو احنا نشوفها على اوراق الشجر مثلا زين شوفون طبقة خفيفة فهذا يعتبر اللي هو السليت زين اي نوع من انواع الثلج اللي بلاك ايس هذا اللي يسمونه اوروبا مثلا يسمونه بلاك ايس لانه طبقة تلج خفيفة موجودة على الشارع فتشوفين انت الشارع اللون الاسود يعني وايد وايد خطرة لتزلق وتسبب مشاكل زين اللي يومد ايتي الرطوبة تعتبر ايضا من انواع اللي هو البرسيفيتيشن زين فكل انواع الووتر اللي تنزل من السماء يعتبر شنو يعتبر برسيفيتيشن هطول بالعربي زين لكن احنا بالكويت عندنا يعني الدارج عندنا اللي هو عبارة عن شنو قلنا اللي هو الراينفول اللي هو الامطار فلما شوفين بالأرصاد الجوية يقول الهطول يساوي القيمة الفلانية هو يتكلم عن شنو يتكلم عن اللي هو الامطار عندنا بالكويت لكن عندما يتكلم البرسيفيتيشن في الدول الاوروبية يتكلم عن كل انواع اللي هو ممكن يكون عبارة عن ثلج سنو او واتفر يعني نوع اللي يطلع عنده مثلا موجود عندهم في وقت اللي هو الستور مثلا زين اه برسيفيتيشن is measured by gage at specific locations يعني احنا شون نقدر how to measure يعني في البداية كلمة اللي هو المقياس دقيق زين ماشي يفرق عن استميت ماشي فاستميشن اللي هو التقدير لكن measurement اللي هو القياس فاحنا نقيس مثلا اطوال بالمصطرة ماشي فاحنا نقيس ايضا اللي هو الكمية الامطار اللي تنزل من السماء عند استخدام اللي هو القيج اوكي فالقيج عبارة عن very simple devices شايفينها يعني هذا يعتبر very simple rain gauge موجود عندي هني زين وهذا يعني باي دوي لغاية الحين مستخدم عندنا ايضا بالكويت بكل مكان العالم زين يستخدمون اللي هو الrain gauge بهالطريقة هذي تنزل الامطار في اللي هو الفنل هذي مثلا زين تنزل الامطار هني مثلا وتجمع وين في داخل اللي هو المدرج هذا زين ماشي تجمع هني توصل مثلا هني القراءة يقولش مثلا نزلت امطار تساوي حسب القراءة اللي موجودة هني بالملي مثلا زين خمسة ملي عشرة ملي مثلا زين اوكي وبعدين لما يزيد عن الحجم هذا رح يروح وين ينزل هني فهني لما يوصل هني رح يوصل الى مقياس تاني ممكن يكون مقياس اكبر شوي يعني اذا كان هني مثلا عشرة سنتيمتر ممكن هذي يساوي مثلا عشرة سنتيمتر ازين يحط لك مثلا او واحد سنتيمتر ازين يحسب لك ياه في الطريقة مثلا ما نعرف عن القياس مالتهم بس يعني تكون شغلة من هالنوع هذي تكون هني المقياس ماله اكبر بحيث انه ياخذ القراءة اللي هني زاد القراءة مثلا اللي هني يطلع عنده توتل امطار اللي نزلت بعد العاصفة ازين فهذا يعطيك اللي هو بعد ما نزلت العاصفة زين يروح ياخذ القراءة اللي موجودة هني فيقول لك مثلا كمية الامطار اللي نزلت عندنا في الكويت في المطلع في مادروين في الدوحة مادروها زين المناطق هذي يقول لك تساوي القيمة الفلانية التوتل ينال على القيمة اللي هو موجودة هني زين ماشي فهذه تعتبر اللي هو يعني ابسط نوع من انواع اللي هو القيج اللي موجود عندنا فيه ايضا نوع اه very very common اللي هو يسمونه tipping bucket tipping bucket rain gauge اه نفس الفكرة بس تمتاز بشغلة ثانية انه measures اللي هو الامطار in terms of time شون تنزل الامطار هني اوكي بعدين تروح مثلا اللي تتعبى الجزء هذا مثلا زين او تعبى هني الجزء هذا شايفينه من الامطار بعد ما يصير بقيل اشي يصير ينزل ويصب الماء تحت فيسوي tipping على الصفيحة هذي اللي موجودة هني زين فمسوي tipping زين tipping bucket يسمونه اللي نفس الدلو يعني اللي يصير tipping زين اوكي ماشي ماشي فاش راح يصير راح يبين عنده مثلا متوصل هني computerized مثلا او مثلا ويرلس زين يبين الساعة شم او التوقيت متى عقب كم دقيقة صار tipping فهني الvolume اللي موجود عندي ثابت والtipping مثلا عقب خمس دقايق صار tipping فيعطيك الثاني خمس دقايق او ست دقايق او اربع دقايق او ثلاث دقايق زين فانت تعرفين خلال ثلاث دقايق مثلا الvolume of water تعبى يساوي القيمة هذي بعدين شي يصير بعدين يروح يقلب الصوب الثاني فيتعبى الصوب الثاني هني نفس الميزان اوكي ويروح يصير للtipping الصوب الثاني هذا واضحة فانا قاعد اقيس احجام معينة ثابتة باوقات مختلفة حسب سرعة الامتلاء مثلا زين ما للtipping هذا زين او الباكت الموجود عندي واضحة فهذه يسمونه tipping bucket rain gauge وهذه ميستشنو يعطيك اللي هو الامطار انتيمز اوف شنو تايم واضحة فهذه يعطيك انتيمز اوف تايم يعطيك البتن ما للعاصفة اللي صارت عندك more advanced than اللي هو الrain gauge اللي موجود هناك واضحة فاحنا عندنا نوعين very common زين واحدة تعطيك total الامطار بعد العاصفة الثاني تعطيك اللي هو variable better مثل الامطار زين في اللي هو العاصفة اثنين هم يستخدمونهم زين عندنا ماشي اوكي فهذه النوعين اللي موجودين عندنا يعني شوفوا هني هذي تمثلك اللي هو ارصاد جوية الweather station او يعني اللي هو محطة ارصاد جوية typical هذي زين موجود عندنا بالكويت موزعة wide اماكن في عندنا مثلا اللي هو مدينة الكويت العاصمة في واحدة زين المطار الكويت في واحدة يسمونها weather station of koweit of international koweit airport of koweit مثلا زين ماشي تروحين مثلا محطة الارصاد جوية هناك يعطونيش data حق اللي هو من الweather station هذي اللي مثلا بالارصاد جوية وين مطار الكويت او مثلا بالعبدالي في واحدة او مثلا مادروين في واحدة زين فمتوزعة عندنا مناطق مختلفة عندنا بالكويت بطريقة معينة بحيث تعطيش فكرة شاملة عن اللي هو الجو مثلا اللي موجود عندنا بالكويت بشكل عام شوفين واحدة فيهم التولز اللي موجودة من شنو توميجر اللي هو الرينفول اللي موجودة اللي هي تيبينج بوكت موجودة هني مثلا واحدة منهم ماشي فهذه موجودة ولاحظي هني موجودة التولز هذي كلها موجودة على ارتفاع تقريبا يساوي اثنين متر عشان لا يعني تأثر طبقة اللي هو سطح الارض مثلا زين ماشي فشوفين ان الحرارة تفرق ويا سطح الارض مثلا زين فشوفين هني فيه عندش مثلا هذا الجزء يمثل اللي هو الريلاتف فهذا عندش هناك تول اللي هو الريلاتف 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 او الرطوبة مثلا نسبة الرطوبة تساوي مثلا ستين بالمئة زين وبعدين ثاني يوم يقولش نسبة الرطوبة تساوي تسعين بالمئة زين ماشي خصوصا يوم المناطق الساحلية هذي يصير رطبة جدا زين رطوبة ترتفع زين فتعطيش مقياس يقولش الرطوبة تساوي القيمة فلانية درجة الحرارة تساوي القيمة الفلانية ماشي ومثل ما قلنا قيمة طبعا ما يقولش انه مترين بس هو المال الرطوبة تقريبا مترين عن ارتفاع سطح الأبل لان هنا مثلا تلقين عند الثيل يعطيش برودة ثيل ماشي وبعدين اذا كان سطح ترب حرارة يعطيش شوي زين اذا قار يعطيش حرارة اكثر زين ماشي فلكن لما تودين على ارتفاع تقريبا مترين تكون يعني 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 فيرفعوا بطريقة اللي هو مترين في بعدين مثل عندش اللي هو تورز اللي هي عبارة عن مثل شنو شي اسمه الانيموميتر شنو هو الانيموميتر الانيموميتر اللي هو off wind سرعة الرياح هذي تشوفينها الدور هذي زين فلما الدور هذي تعطيش اللي هو السرعة الدوران فسرعة الدوران تعطيش شنو اللي هو wind speed فيعطيش بالارصال الجوية wind speed ماشي ويعطيش ايضا اتجاه شنو اتجاه الريح وشمالية ما ادري شنو شمالية غربية شمالية شرقية جنوبية شرقية زين ماشي بناء على الاتجاه اللي موجود هني حق اللي هو التول فهذه كلها موجودة عندش هني مقياس حال هذي فهذه كلها يستخدمونها بالديتا مثل الارصال الجوية يعطيش جدول كامل مثلا حق شهر كامل شهر معين يعطيش سنوات يعطيش سرعة الرياح التجاه الرياح الرطوبة درجات الحرارة نسبة الامطار يعطيش شيء اسمه الراديوميتر الراديوميتر اللي هي شنو الاشعاع اللي يوصل اوكي الراديوميتر بايدا وي تكلمنا يمكن عنه في المحاضرة السابقة اللي هو الراديوميتر زين في قلنا احنا في عندنا شيء اسمه عدل ويوصل الارض قلنا تقريبا واحد وخمسين بالمية اللي هي ابزورد بايدا اير سيفس تذكروا محاضرة السابقة زين ماشي وبعدين قلنا ان شنو هذي تتوزع الى ثلاث شغلات واحدة اسمهم تيلنت اللي هي الهيدن اللي احنا قلنا عنها اللي تمثل تقريبا 23% من الواحد وخمسين وقلنا ان هذي تيلنت ليش اسمها تيلنت لان الهيدن لان الارض تستخدمها تحول السولد الى شنو الى سائل وسائل الى قاز اللي هي نستخدمها حق اللي هو الهيدروجيك سايكل فالجسم او اللي هو الارض تستهلك اللي هو اللي هو الطاغة اللي موجودة هذي عندش واضحة زين وبعدين قلنا في عندنا اللي هو اللي الى سبعة بالمية سمينها شنو سنسبل تذكرونها سنسبل سبعة بالمية السنسبل قلنا انها شنو عبارة عن يعني يعني سنسبل رشونل يعني سنسبل اللي هي تكون طبقة اللي هي مجاورة حق سطح الارض اللي احنا نحس بالحرارة من السنسبل هذي اللي طبقة المجاورة حق سطح الارض اللي هي تقريبا اللي هي سبعة بالمية وقلنا انها يفضل عندش تقريبا واحد وعشرين بالمية اللي هي يعني تطلع من الارض مرة ثانية وترجع وين الى السم والغيوم الراديوميتر تعطيش اللي هو النت رادياشن اللي هي عبارة عن شنو عبارة عن الواحد وخمسين بالمية هذي لما تنزل شنو اللي يرجع عندي اللي هو شنو الاميت باك هذي ناقص هذي فاللي يفضل عندش شدة اللي هو الطاقة زين اللي تفضل عندش منه منه يفضل عندش التالنت وال تعطيش قواتهم في المنطقة هذي زين ماشي فهي احنا قلنا هذي كلها تعتبر تقديرات لأن الرادياشن هذي متغيرة حسب نوع التربة حسب الارض حسب ما دريش ها حسب طبعا شكده راح تنتصل الارض هني شكده راح تطلب هني زين ماشي سطح الماء مو نفس اللي هو سطح التربة مثلا الزرع مو نفس واضح فهني تعطيش بالضبط اللي هو قوة اللي هو الرادياشن أو الرادياشن اللي تفضل عندش اللي هو وين as اللي هو سنسبل فتعطيش القراءات هذي فيقولش الرادياشن في الأرض يساوي القيمة الفلانية زين شي يستخدمونها في من يقول اللي هو ممكن يستخدمون حق شنو يستخدمون حق اللي هو شون تأثر على اللي هو بشكل عام زين ماشي على ياخذونها ويشوفون يقيسون مثلا اللي هو الرادياشن شون التالنت اللي هو السنسبل هذي شون تأثيرهم مع الوقت شون بعض المرات يشوفين اللي هو الرادياشن قوي زين موسم معين بالشتة مثلا مو نفس بالصيف واضحة زين أو حتى بالصيف مثلا الصيف هذا مو نفس الصيف الياي مو نفس السنة اللي بعدها شوفين الرادياشن يتغير زين حسب اللي هو شنو حسب اللي هو من مصدر الشمس بالطاقة اللي هو الشمس ماشي حسب اللي هو شي يسمون البقع الشمسية عندنا زين فشوفين تسوي سيرش على شوفين أن بعض المرات البقع الشمسية هذي تكون كثيرة تعطي أن الرادياشن رح يوصل حق الأرشن قوي بالحالة زين ماشي فشوفين صور من بيترن أو بريييشن حق اللي هو الحرارة على مستوى الأرترقين مثلا بعض الأمطار تتكرر كل 14 سنة ماشي أمطار قوية كل 7 سنوات تتكرر نوع معين من الأمطار زين فسمونها رح ندرس شغلة بعدين قول مثلا تساوي 20 سنة تساوي حق الأمطار شنو معناتها يعني أقوى مطرة صارت خلال 20 سنة زين لأنها من اللي هو لأن العملية اللي هو موجودة بالشمس هذه فتشوفين أن مثلا البقع الشمسية هذه مثلا موجودة الحين وبعدها تتكرر عقب فترة زمنية معينة ممكن عقب 11 سنة عقب 22 سنة ماشي ففي بقع شمسية متكررة طريقة معينة الأرض مثل ما هي الدور الشمس أيضا الدور ماشي في دوران حق الشمس زين نفس العملية ففي شيء اسمها بقع الشمسية وتأثر على الرادياشن وتأثر على البتن وتأثر على الكلامت بشكل عام والأمطار كلها رح تأثر في العمليات هذه فدائما يعتبر القراءة هذه مهمة جدا في الأرصاد الجوية وشوفين طبعا اللي هو وزين وبعدها متوصلة مثلا يكون عندش هني اللي هو طاقة الشمسية فيعني مو بالضرورة توصلينها الطاقة الشمسية طبعا وبعدين عندش هني نفس الديتا اللقر زين اللي هو الديتا ممكن تنقل الديتا هذي واي فاي أو وايرلس يعني تنقلها إلى مثلا المحطات اللي هو القراءات زين اللي هو أرصاد الجوية والكلام هذا كل زين موجودة و مقارنة مع أمور ثانية زين ما شي فيعتبر نسبيا يعتبر مقارنة وتعطيش قراءة دقيقة جدا و مجرمينت تعطيش واضحة تعطيش مجرمينت ما تعطيش اللي هو اللي هو يعني الأبروكس ميشن تعطيش مجرمينت موبل اللي هو الأبروكس ميشن لأن في عندش مثل ما قلنا يمكن للمحاضرة السابقة تخلمنا أيضا قلنا أن في عندنا رادار في عندنا ساتلايت صح بس هذي بشكل عام شنو يعطونك اللي هو يعني أن في عندش مثلا القامة اكس راي بعدين اليوفي بعدين الفيزبل بعدين الانفروريد بعدين اللي هو المايكروويف بعدين الريديو زين الرادار ياخذ قراءات مالة اللي هو المايكروويف ومالة الريديو هذي يعطيش يكون عندهم نفس الترانزميتر شدي يبث الروحة الأشعاع هذا زين في اللي هو السماء مثلا ويرجع بعدين ويشوفون مثلا اللي هو كثافة اللي هو الغيوم اللي موجودة اش كثر ردت عندهم الشاي يعطيش فكرة عن كثافة الغيوم اللي موجودة هل في غيوم مايد في قيوم قليلة هل في غيوم ثقيلة غيوم خفيفة ما شي زين فهل في أمطار قاعد تنزل الحين تنعكس عندش ما تنعكس اوكي اللي هو الأمواج هذي ولا ما تعطيش قراءات لكن ما تعطيش بين القيج وبين مثال رادار ويعطون القراءات من هالنوع زين الساتلايط طبعا مختلفة بالكامل الساتلايط تستخدم اللي هو الفيزيبل لايت ما شي فتشوف اللي هو منظر من المنظر اللي هو منستتراك من فوق طبعا وشعة الشمس وتنزل على الغيوم تصور لشي غيوم ما شي الغيوم فتعطيش كتافة الغيوم حركة الغيوم الكلام هذي كله تاخذ الفيزيبل لايت زين أو تاخذ الانفروريد انفروريد اللي هو انعكاس اللي هو الحراري هذا الشمس الأرض تنعكس من الحرارة على شكل انفروريد زين اللي هو صور حرارية ياخذون حتى بالليل صور حرارية زين فيشوفون القراءات لأن انفروريد يشوفون هذين النظارات يستخدمونهم بالليل زين كلها انفروريد فهذين يستخدمونها طبعا أيضا تمجر حتى الغيوم بالليل طبعا فيها مويزات كثيرة لكن أيضا تعتبر ما تعتبر اللي هو الأمطار اللي هي السيمبل رينجاج زي اللي حنا شفناهم هذين اللي تعطيك ووذر ستيشن هذين اللي تكلمنا عنهم قبل شوي زي لغاية الحين فلما ني طالع مثلا هذي يعتبر الحين ديتا ديتا عندي مثلا أخذتها من أرصاد الجوية مثلا خنقل مثلا ما أخذ هني عن طريق مثلا اللي هو البوكت أخذت القراءات اللي هي موجودة هني زين ماشي بس بدال ما أخذ اللي هو خلي بدال ما أخلي التايم ثابت شويت قسمت التايم ستاندر سكيل خمس دقائق وجمعت بالخمس دقائق مثلا هني الأمطار متغيرة واضع الفكرة أقدر أسوي العملية هذا زين بيري سمبل ماشي فتاخدين من التبينج بوكت تاخدين قراءات أنت عندش هناك تبينج بوكت تعطيش كل مثلا الفوليوم معين والتايم ما لش كتر تعب زين أنت تسوي العكس تاخدين كل خمس دقائق مثلا وتشوفين شكذر البوليوم تحسبينها تغريبا يطلع عندش البوليوم تغريبا متغير بهالطريقة هذه فأنت خدتي مثلا خمس دقائق بهالشكل هذا وخدتي مثلا الأمطار رينفول خنقول بالإنش بهالطريقة هذه زين ماشي الحين لما تين تجمعين طبعا الشكل هذا شوفين هنا هذا هذا الشكل اللي هو هذا الشكل ورحي اللي هو تمثلي هنا طبعا الرينفول بالبي يعني هذي الكريمينة الرينفول إنش مثلا فهذه في البي and time فهذه الحين شي يمثلي الهيتوغراف فهذا الهيتوغراف is a bloat of rainfall death or intensity شنو معلات الانتنسيتي الانتنسيتي اللي هي هذه معادلة الزين اللي هي يعني الانتنسيتي عبارة عن البي over time أو البي تساوي الآي ضرب اللي هو الTIME فتشوفين مثلا هذي عبارة عن شنو عبارة عن length over time وهذه عبارة عن length وهذه عبارة عن time ماشي فهذه عبارة عن اللي هو time أوكي فتقولين مثلا مليمتر بير hour مليمتر بير minute ماشي مليمتر بير مثلا ما دي شم زين ماشي فتقولين هذه راح تعطيش اللي هو الانتنسيتي الكثافة زين ماشي أو نقول انش مثلا انش بير hour واضحة زين حسب اللي هو الوحدة اللي تبيد تستخدمينها تعبرين عنها في اللي هو المصطلح هذا فالهيتوغراف ينطبق عليه اللي هو اثنين اما ب with respect to time او ال i with respect to شنو اللي هو ال time واضحة اثنين هم شمونهم اللي هو الهيتوغراف فلما نطالع الحين الكلوم اللي يمه يمثلي شنو اللي هو الكيوملاتف شون نحسب الكيوملاتف اللي هو مجموع الكلام هذا زين يعني هذا الحين عند ال time هذا عندي عندي 0.02 انش هني تحت عبارة عن منه عبارة عن اللي فوق زائد اللي يمه كيوملاتف واضحة فعند اشتي 0.34 زائد 0.02 نفس الكلام تروحين هني عبارة عن اللي فوق زائد اللي يمه زين ما شيف كيوملاتف هذي يسمون الكيوملاتف فأنت هني قعد تاخذ الكيوملاتف زين فوصلت هني 0.62 0.69 وجمعت عليها 0.48 راح تعطي شنو 1.17 فهذه يسمون الحين شنو اللي هو الكيوملاتف فاللكيوملاتف يطلع عند شغلة بعدين شهدي مثلا زين ما شي فكيوملاتف واضحة فهذه عندي أيضا اللي هو ممكن نرسم أيضا الTIME with الكيوملاتف رينفول زين أو نرسم الTIME في عندنا طريقة ثالثة اللي هو مهمة جدا في رسم اللي هو العلاقة بين اللي هو الTIME اللي احنا نسميهم running totals مثلا ناخذ كل 30 منت شون كل 30 منت يعني نروح نجمع هني كل 30 منت تعطيش شنو القراءة هذي والدليل على هذا اللي هي هذي شايفيني صحيح زين اللي بعدها اللي بعدها راح تصير هذي قاعدين ننزل 30 30 30 30 في الطريقة هذي شايفيني اوكي ف وبالاخير راح تكون عبارة عن من هني يعني راح نكمل لي 30 ماشي لما يكون عندش هني 30 منت مثل اللي هو هني واضحة فنشوف فنشوف اللي هو يعني تعديهم 30 1 2 3 4 5 6 6 1 1 2 2 3 4 5 6 هذه فهذه راح تعطيش اللي هو بالشكل هذا زين فتنزلين بهالطريقة هذه تجمعين هذه يعطيش شنو يسمونها يسمونها اللي هي 30 منت الأمطار مالتها ماشي 30 منت زين في أيضا ناخذ أوقات مختلفة ال 1 hour نفس الفكرة شون ناخذ ال 1 hour ناخذ ال 1 hour مثلا هذه قراءة عبارة عن 60 دقيقة واضحة ناخذ 1 hour وبعدين شتوين تنزلين أيضا ثانية نزل 1 hour ثانية واضحة فننزل بهالطريقة هاي شا قاعد يسوي يعني قاعد يجمع اللي هو 1 hour 1 hour 1 hour 1 hour بهالطريقة هاد لغاية ما أصل إلى الأخير لاحظة قاعد يقل عندك data اقل نفس الكلام ممكن تكون 2 hour نفس الكلام زين 2 hour راح تاخذ يعني ساعتين لغاية 120 واضحة فهذه اللي هو 120 واضحة لفكرة زين فصار في عندي اللي هو قراءات اللي هي مثلا شي أمطار نرسمها حق 30 أمطار نرسمها ممكن حق 1 hour أمطار نرسمها حق 2 hour وهذه كلها طرق مختلفة من الرسم اللي هو الأمطار لاحظي معايا لحين شغلة مهمة جدا زين اللي هي عبارة عن شنو عبارة عن تحت الكلام المكتوب هني زين المكسمم الدبث اللي موجود عندي شي هنا لما تروحين طالعي المكسمم الدبث هنا أكبر الدبث موجود عندي كم يساوي اللي هو القراءة هذه مثلا زين 0.76 واضحي بعدين تحت شنو ماكسمم شنو انتنسيتي شون حسبنا المكسمم انتنسيتي المكسمم انتنسيتي عبارة عن 0.76 تقسيم منه التايم ما لاته عشان نحولها إلى واضحي صارت عندي اللي هو لأنه تعريف اللي هو الانتنسيتي عبارة عن التايم فتعطيش هذي الاي وانت تابينها الاي تابينها مثلا انش او حسبتها بهالطريقة هذي واضحي فطلعت هنا الحين من الكلوم اللي فوق المكسمم دبث وطلعت المكسمم شنو انتنسيتي واضحي نزيل ماشي من عنده سؤال الفضل التايم لأنه ليش طلعت خمس دقائية ليش قسم ثانية على خمسة لأنه هني خمس دقائية ماشي خل روح حق ثاني روح حق ثاني هني شوفي معاي هني الكلوم اللي هو ثلاثين دقيقة المكسمم دبث كم يساوي ثري بوينت أو سبن سموير كايني موجودة عندش اللي هو الاتالك هطلش عليها زين شايفين ها هذي زين الحين شون حسب للي تحت عبارة عن ثري بوينت أو سبن تقسيم منه ثلاثين دقيقة من ساعة عدل تطلع عندش اللي هو سيكس بوينت فورتين واضحة هني نفس الكلام أخذنا المكسيم ديف طلعت عندش بالاتالك وين هحطيش بالاتالك ايه هذي 5.56 مزين وهني عندي تشم المكسيم ديف 8.2 شم حسبنا هذي له هذي تقسم هذي حق ساعة يعني معناتها 5.56 تقسيم 60 على 60 أوكي فتقسيم 60 على 60 نفسه وهذي عبارة عن 8.2 تقسيم 120 على 60 يعني كان اشقائي قسم 2 واضحة الحين لحظي معاي القام اللي هو الانتنسيتي شوفي الرسمة مالتها إذا برسم الاي مع التايم أول انتنسيتي ما طلعت عندنا 9.12 بعدين أصغر منها 6.14 بعدين أصغر 5.56 بعدين أصغر صح ولا لا رح تطلع عندك الأرقام بهالطريقة رح تطلع عندك واحدة كبيرة خمس دقايق وبعدين أصغر وبعدين أصغر وبعدين أصغر شغلة شديدين ماشي شتذكركم في هذي هذي علاقة اللي هي كنا نرسمها أول في الأندرغراجو نقول انتنسيتي ضد ديوريشن بس فريكونسي كيربز وين الفريكونسي ما يبني هني عندنا انتنسيتي ديوريشن ماشي الفريكونسي شكنا نسوي كنا ناخذ مثلا أسوأ مطرة صارت خلال الخمس سنوات ونسوي لها العملية ونطلع لها الكيرب وناخذ بعدين أسوأ مطرة صارت خلال مثلا عشر سنوات يطلع لها كيرب شديد أسوأ مطرة صارت خلال عشرين سنة هني صار عندي شنو فريكونسي اللي هو أسوأ مطرة صارت خلال مثلا خمس سنوات عشر سنوات واضحة فهذا الكيرب يعتبر يعني مهم جدا أهم كيرب استفيد منه موجود عندش اللي هو في الدنيا زين ماشي ليش نصمم منه شغلات هذه طبعا هذا الكيرب راح نتكلم عنه على المحاضرة الأخيرة إن شاء الله ويعني بشكل عام راح يمر علينا أيضا مرة ثانية بس يعني كالديزاينر يعني إحنا عندنا فكرة أن الكيرب هذا يعتبر مهم جدا حق الديزاين لأن نحن لما نصمم نصمم يعني مثلا عندنا شيء اسمه float control structure float control في عندنا شيء اسمه storm water drainage systems هاشي درينج شنو water drainage system يعني نفس open channel telverts ما دري شنو زين اللي هما الشغلات اللي هما اللي هي وظيفتها أن تسوي draining حق اللي هو الأمطار اللي داخل المدينة زين أبني لها open channel أبني لها مثلا storm sewer system ما شيف هذي يسمونها storm water drainage system زين float control يحطوهم مثلا سدود مثلا يحطوهم مثلا detention basin retention basin سد يحجز الماء يسوي control ما يخلي الماء يدخل وين منطقة مثلا يعني منطقة عندنا بالكويت نفس الحمدي يمن هدم السد اللي فيها سنة 2018 دش الماء على منه دش على من دو في ما درو وين والمناطق رقتها ليش قالوا بعدين ها قالوا بعدين أنه سد هني صغير مثلا هدم ورد بنو حد له مرة ثانية زين فالسدود هذي دائما تسوي control حق المناطق لكن الماء الموجود داخل المنطقة أبي سوي لدرين استخدم منه شبكات 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 أصممها وقعد أساس أني أنقل الماء بره المنطقة زين لما يكون عندي ووترشيد والماء المطر الموجود عندي في المنطقة هذي يطلع بره مثلا وأبي أخذ الماء لأن عندي أبعد نقطة على ما توصل الماء الموجود هنا تحتاج لها مثلا 30 منت مثلا عشان توصل إلى نقطة الأولت يسميها time of concentration هذي راح تمر علينا بعدين ما شيء بس خلنا أخذ فكرة عنها وبعدين راح تمر علينا تكلم عن التفصيل زين فالtime of concentration اللي هو time from the point على ما يوصل هنا بالحالة هذه لما تنزل أمطار على المنطقة هذه نحن تخيل الوضع نزلت أمطار مدتها ساعة كاملة أبعد نقطة على ما توصل هنا مهما زاد الوقت يظل عندي الماء الذي تجمع على الووترشيد يبي له ما يصل برا نص ساعة سواء قعدت المطرة 24 ساعة أو قعدت عندي 5 ساعات الماء يبي له نص ساعة على ما يوصل من أبعد نقطة إلى أقرب نقطة مثلا زين ماشي فهني ابتدي ينفعني منه ينفعني اللي هو عندي 30 منت أشوف مثلا قيمة الأمطار الأمطار أسوأ وحدة حق 5 سنوات أو حق 10 سنوات أو حق مثلا 20 سنة أو حق وصمم اللي هو على أساس ينقل أسوأ مطرة صارت 30 منت حق اللي هو أو حق نفس هذا أصمم حق 50 سنة لأن رخيص نسبيا مقارنتين معه مثلا شبكاء تصرف مياه المطار شبكاء صار وائد غالية صمم خمس سنوات واضح الفكرة زين فهني يبتدي ينفعني أنا IDF كيف شون حصل على IDF كيف عن طريق اللي هو الكلام اللي أنا تكلمت عنه قبل شوي زين لما أنا نتكلم عن flow control أنا بسوي سد السد هذا يحجز ماء معناته يبيجمع ماء المطرة هذي مو نص ساعة أنا قاعد تكلم عن المطرة تكلم عن مطرة كاملة خمس ساعات صح ولا لي لأن هذا ستجمع كلها هنا لكن دعنا نفرض أسوأ مطرة خلال شم نفرض 24 ساعة نفرض أن المطرة صارت 24 ساعة عشان نبني سد يتحمل فهني ما رحنا على time of concentration لا هني رحنا صممنا على 24 ساعة واضح الفكرة زين فأخذنا 24 ساعة ناخذ مثلا أسوأ مطرة خلال 50 سنة عشان بصمم سد لأن السد هذا إذا فشل ينزل فيضان على المنطقة هذه وفيات يصير فيها ماشي شفت الغرقة اللي صارت في ليبيا آخر مرة سدين ترى نهدموا ماشي صاروا أكثر من 25 ألف قتيل ماشي المدينة هذه سدين نهدموا طبعا نهدموا ليش لأن ما سووا لهم ترميمات سنوية والكلام هذا كله كانوا عبارة عن دامس وهذه تحتاج هذه الردام السدود الردام وسدود هذا الردام يعتبر بأرخص أنواع من السدود بس تحتاج صيانة دورية ونزلت عاصفة عليهم زين ستورب زين ماشي وطبعا وهدمت السدود هذه ما تحملت طبعا ماشي فنهدمت وناس كلها طوق 25 واعت وفه فالسدود هذه كارثة جدا كبيرة زين فبالتالي نصمم على 24 ساعة ونصمم عبارة عن كتلة خرسانية نضمن بس عبارة عن حفار تحفريه لكمية كبيرة علشان تستوعب شنو اللي هو تستوعب 50 سنة استوعب 100 سنة فانتي بس تسليح خرسانة إلا بسوي نصد محترم وهذا أوكي واضحي سيصير عندي شغلة من هنوع فهذه كلها تعتبر كلها أنواع من الديزان نستخدمها طبعا علشان لكن الأساس منه الانبوت والانبوت عبارة عن الأمطار والأمطار محتاجين شيء اسمه اللي هو 30 منت والوان اوار وهذا نستفيد منه عشان نسوي الديزان حق اللي هو شيء اسمه IDF كيربز أوكي راح نشوف الكلام هذا IDF كيربز بعدين يعني على نهاية الكورس إن شاء الله أيضا يمر علينا ونستفيد منه في اللي هو الديزان حق اللي هو المشروع مانا شاء الله زين ماشي في أحد عنده سؤال لغاية الحين ماشي احنا الحين عرفنا how to measure اللي هو single point rainfall at one location زين ماشي خلنا أفرض الحين أنا عندي منطقة كاملة زين عندي منطقة area كاملة مثل ما أنا قاع على شوفها بهالطريقة هذي عندي منطقة كاملة وعندي أكثر من اللي هو gauge عندي هني gauge رقم واحد اثنين ثلاث اربع خمس ماشي اوكي فأبي أخذ مثلا ال average على حق ال water shed هذه زين لأنه ما رح يبين عندي يعني خنقول مثلا أرقام هذي مختلفة خنقول مثلا ال B2 فيها 20 ملي زين ال B3 مثلا فيها 30 ال B4 فيها 40 ال B5 مثلا فيها 50 اوكي شنو القراءة اللي رح تطلع عندي فأخذ منه أخذ اللي هو ال average حق اللي هو ال water shed هذه اللي موجودة عندي بالحالة هذه زين فأنا نقول اللي هو أسهل طريقة تومجر اللي هو ال Arial Rainful باستخدام ال Arithmetic Mane اللي هو ال average ما لها اللي هو عبارة عن ال Arithmetic Mane المعادلة مالتها اللي هي المعادلة هذه نقول مجموع هم تقسيم عددهم ماشي فتقولين مجموع هم تقسيم عددهم زين هذي ال Gage الكتاب هذا ما أخذينا من الكتاب وحط لكم ال Gage هذه برة زين علشان لا يحسب ها واضحة فحط لشياها برة عشان لا يحسب ها وحسب طبعا ال B2 B3 B4 B5 زين وقسم على منو على أربعة زين فأطلعف عند ال average يساوي مثلا 35 فهني مثلا بالقصادر يقولش الأمطار اللي نزلت عندي على المنطقة هذه تساوي 35 ملي بعد ما تهت العصف زين ماشي فشون يابع طريق اللي هو ال Arthematic Mean زين ماشي اللي هو ال Arthematic Mean مثل اللي هو أسهل نوع من أنواع اللي هو طرق اللي هو تأوبتين اللي هو ال Average Rainfall Depth Over Watershed Area ماشي فالمشكلة اللي موجودة عندي أنه ممكن ما تكون اللي هو القيج هذي مثل ما أنت شايفه هني ممكن هي تكون القيج بره لكن القيج هذي ممكن تمثل جزء بسيط من منه الWater Shed وما آخر تابعي الاعتبار واضح فشنو مشكلة اللي هو الطريقة هذي أن الطريقة هذي إذا كان يعني يعني أنه موض ضرورة يعني إذا ما كان اللي هو مثلين a very good result يعني good enough يعني عشان تحصلين على result good enough is good enough يعني زين مو لازم تحصلين على perfect perfect معناته ممكن تكلفش ملايين عشان تحصل على perfect زين ماشي لكن good enough very close to the perfect زين واضح وتكلفش nothing فبالحالة هذي it is very good لكن الأ extreme lower extreme أو خنقل الأبر يعني الأبر extreme مثلين زين ماشي أو خنقل يعني worst condition زين ماشي اللي هو شنو أن ما يطلعون representative حق اللي هو الأبر فبالحالة هذي من ينفعنا الطريقة الثانية الطريقة الثانية اللي هي منه طريقة اسمها season bolligan method ماشي فالطريقة الثانية أهميتها أن اللي تاخذ بعين الاعتبار اللي هو weight of each gauge with respect to the area زين أن القيج مثلا اللي تكون قريبة يعني حق area معينة تاخذ area مالتها ماشي فتدخل area مياهة بالحالة هذه زين ماشي فالمثال اللي هو المثال هذا نشوفه مع بعض عندي واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس عندي خمسة قيج الطريقة هذي شو تقول الطريقة draw lines joining adjacent قيج كنا ناخد الطريقة هذه فتقولين توصلين اللي هو lines joining adjacent قيج يعني اللي هو المتقاربة زين فتقولين هذي متقاربة أو شي توصلين النقاط الخارجية مع بعض بعدين تبين توصلين للadjacent قيج المتقاربين بشلط أنه ما يسير لهم crossing يعني إما أني أوصل هذه أو أوصل هذه مثلا فهذه بعيدة مو adjacent فبالتالي أوصل منه هذه واضحة إما أني أوصل هذه أو أوصل منه هذه ناخذ منه الأقرب الadjacent لأنه draw adjacent lines فنوصل هذه بس ما نقدر ناخذ غيرهم زين واضحة فنوصل الخارجيين بعدين أوصل للداخلين بحيث ناخذ اللي هو الأقرب مع بعض واضحة فهذه أول خطوة سويناها اللي هو draw lines joining adjacent gages أوكي الخطوة الثانية draw perpendicular bisectors to the lines created in step one draw مرة ثانية perpendicular bisectors شنو معناه perpendicular يعني عمودي زين bisector يعني منصف نرسم خطوط منصف وعمودية على الخطوط الزرق هذين اللي احنا سويناه فالروح على الخط الأزرق هذا يكون منصف وعمودي منصف وعمودي منصف وعمودي راح يلتقون في نقطة واحدة زينها طبعا هو راسم لشياه هني هنحاول أنه نمشي على نفس الرسمة اللي هو راسم لشياه يعني هني راح يكون هذي وهذي وهذي راح يلتقون مثلا هني ماشي بعدين تروحين على الهني عندي مثلا هذي خط عمودي ومنصف شايفته هذي خط عمودي ومنصف خط عمودي ومنصف راح يلتقون هني هني داخل عندي هني خط عمودي ومنصف خط عمودي ومنصف خط عمودي ومنصف راح يلتقون وين هني واضحة اوكي فبعدين extend the lines created in step two both directions to form representative areas of gauge ماشي فالحين اللي صار عندي صار عندي هذه حين شوفوها مع بعض هذه صارت عندي area مالة بي two عندي هذه area مالة بي one عندي هذه area مالة منه بي 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 واضحة الفكرة هذه مثلا area بي three واخر واحدة area مالة ال بي four شو شو اللي سوينا رسمنا رسمنا مالة كل gauge لاحظة الحين هذه بي one لها وزن ولا ما لها وزن لها وزن كاو هذا وزن شو دخل وزن ها شكل كمية بسيط زين ماشي بس دخل لها تأثير بالحال هذه زين ماشي وكل وحدة لازم أطلع الحين لازم أطلع الاريا بالضبط مالة كل وحدة وقيمة الجيج مالة كل وحدة زين وابتدي آخذ المعادلة اللي موجودة هنا بالحال هذه ورح شو نحسب بالكالكوليشن مالتها يكون في عندي البي ون تساوي مثلا العشرة قبن البي تو تساوي العشرين البي تري تساوي الثلاثين البي فور تساوي الاربعين بي فور تساوي الخمسين طبعا هو شوفوا لاحظة هنا بالمثال مرتب لشياهم زين يعني على أرقام هم الواحد عشرة اثنين عشرين ثلاثة ثلاثين أسهل يعني شوفين الفكرة واضحة زين ماشي شوفين شصورة التسلسل اللي هو رح تبين أوضح بالسلاد اللي بعده رح شوفين تأثيرها أوضح زين ماشي فلاحظي معاي هنا الاريا حسبها بالكيلومتر مثلا مربع وبالمائل مربع عندش المهم الاريا طلعت فيها هك الوحد فيهم زين اوكي طلعت عندش الاريا مالتها والدف مالتها تضربينهم بعض يعطيش شنو الفوليوم فتتبين الفوليوم مالها زين اللي هو الآي ضرب البي لا تحولين لأنه رح تقسمين الاريا على الاريا بالأخير زين فالوحدات رح تروح يضر عندش البي حسب الوحدة زين فهني تطلع عندش حاصل ضرب هاذي بهذه تعطيش هاذي بهذه تعطيش هاذي زين هاذي ضرب هاذي تعطيش هاذي واضح الفكرة وهذا اللي تحت عبارة عن منه توتل اي بي وهاذي توتل اي شتوينا وعدين قسمناهم على بعض زين حسب المعادلة قسمنا هاذي على هاذي تعطيش شم 31.1 قريبة من 35 قبل شوي طلعناه بالمثال المثال قبل شوي طلعت 35 زين المثال هذا الشي الفرق بين هذا المثال ومثال القبل شوي المثال هذا البي ون تخلت فينا بالحسبة صح ولا لا ماشي فاللي هناك ما تخلت فينا بالحسبة زين اوكي فمنه ادق توقعون اكيد انا اشوف اللي هو البي يعني الطريقة الثانية ادق تيزن بوليقين تيزن هي اسم الشخص اللي سواها البوليقين يعني مضلعات مثل ما تشايفين هذا كل عبارة عن مضلعات زين ماشي بوليقين اوكي فيرسم للشكل مضلع زين ويقول هذا المضلع عبارة عن اللي هو الاريا اللي موجودة عنده بالحالة هذه زين ماشي فالمرة ثانية المساحة الموجودة عندك فلا يعني الادق منها راح تكون منه مثل لكن راح تعطيك اللي هو طريقتين وارح زين لكن اللي عنده هذي المتوزعين راح يسوي مرة واحدة بحياته صح ولا راح يسوي الاريا هذي طلعها مرة واحدة بحياته يعني كل ما تنزل مطر بس يضرب الاريا لأن الاريا ثابتة عدل طول ما هو ما حرك الاريا ثابتة وإذا حرك يروح يطلع واحدة ثانية مثلا زين ماشي فيعني إذا الاريا الشكل هذا راح يكون ثابت بس مجرد أن ياخذ الأرقام ويعوضها ويضربها في كل مرة يطلع عنده القراءة هذي ماشي السؤال شون نحسب اللي هو الاريا ماشي من عندي سؤال بشكل عام أنا ما هي من الوحدة لأن الوحدة المفروض تطلع عندك كيلومتر مربع مثلا في مليمتر بس بالأخير راح تقسم الكيلومتر مربع هذا مع الكيلومتر مربع زين فبالأخير يطلع عندك اللي هو شنو بالمليمتر أو بالإنش أوكي فما لا داع تحول اللي هو المساحات اللي تطلع عندك بالحال زين ماشي السؤال المرة ثانية شون نحسب اللي هو الأيريا ماشي في أكثر من طريقة لحساب الأيريا طبعا حق مثلا الامتحانات الهومورك زين راح يعطيش ووترشيد في الطريقة هذه زين وبعدين يقسم لك إياها مثلا إلى مربعات ويقول لك المربع الواحد عبارة عن 1 كيلومتر مربع أو نصف كيلومتر المربع يعطيش اللي هو مساحة المربع الواحد زين بعدين يكون عندش مثلا اللي هو الأيريا هذه وتابين تحسبين المساحة تعدين يعني كم مربع عندش واحد هني ثنين ويا هذا خلنقول ثنين زين هذا ويا هذا يساوي ثلاثة ثلاثة ونص مثلا تقول فثلاثة ونص مربعات ضرب اللي هو الكيلومتر مربع طلعت الاريا واضحة الفكرة فيعني رفلي تطلع عندش اللي هو العملية زين ماشي فتطلع عندش اللي هو رفلي في الطريقة هذه فهذه طريقة اللي هو طريقة اللي هو العملية هذه لكن مشروع عندش ولا شغلة من هالنوع أول لما يكون في عندش خرايط ورقية كان يستخدمون شيء اسمه بلاني ميتر بلاني ميتر خنشوفه موجود ممكن أعتقد هذا لما حين خنشوف بالانترنت بلاني ميتر ماشي موجود حتى يعني الواحد ممكن يضب بالأمازون مثلا بلاني ميتر يعني موجود ماشي متوفر يعني فهذه أشكال تغريبا متوفر يعني رخيص جدا يستخدم حق الخرايط الورقية مثلا يستخدم وتحطين نفس هنا وتحطين والسوين وبعدين تمشين هنا بالعدسة تمشين هنا على مدار المربع اللي تبيين تحسبينا ويطلع عندش يحسب أوتوماتيك للمساحة اللي تطلع عندش بالحالة هذا زين فهذه يسمونه اللي هو بلاني ميتر هذه طريقة يعني ورقية الطرق الحديثة احنا نستخدم شنو اللي هو جايس جايس اللي هو رح نستخدم أيضا بالكورس رح يشوفين البرنامج البيزن زين رح يكون عندنا الووترشيد نحط اللي هو ديجي حديثة اللي موجودة بشكل عظيم خلنا فرض الحين أن التوبوغرافي حق المنطقة is not flat لكن جبلية مثلا زين ماشي لما تكون عند الجبال مرتفعات زين ماشي الأمطار اللي فوق مو نفس الأمطار اللي تحت صح ولا أوكي فهني رح يتغير عندش اللي هو البتن حتى فيزن بوليغن ما رح تعطيش دقة ممتازمة بالحالة فلما يكون عندش توبوغرافي شوي متغير زين ماشي في عندش مرتفعات وكلام هذي كله الـ الـ اللي هو الـ الـ يعني الـ 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 مو نفس تحت الجبل واضحة فيصير عندش الـ في المنطقة هذي زين فبالحالة هذي نستخدم طريقة اسمها اللي هو الـ فالـ الـ تستخدمين طريقة اللي هو المتل العبارة عن شنو عبارة عن اللي هو الـ يعني في عندنا بالجيولوجيا اللي هو عبارة عن المرتفعات لكن عبارة عن شنو عبارة عن التغير في شنو مو في التغير في فإذا خدت على الخط اللي يعطيك مثلا الأمطار 10 10 10 10 ثمشين عليهم الخط هذا فيسمون هذا اللي هو ما العشرة فترسمين اللي هو خطوط الكنتور بهالطريقة هذي يعني هذا خط الكنتور رقم 10 ملي مثلا زين هذا رقم 20 ملي هذا رقم 30 ملي رقم 40 ملي رقم 50 ملي لاحظة التغيرات هنا فالتدريج الموجود عندش مثلا زين فهني أسهل أنه يعني هذا يعني تلاحظينها زين ماشي فهذه اللي يسمونهم اللي هو طبعا عشان ترسمين شغلات من هالنوع تحتاجين يكون عندش اللي هو قيج كثيرة يعني زين يعني مو قيج يعني قليلة موزعة مثل قبل شوي يعني قيج كثيرة جدا زين فالقيج الكثيرة جدا هذي متوزعة يعني بحيث أنه تقدرين تطلعين الكنتور مالتها وتكون متغيرة كل مطرة يعني مو نفس اللي هو الطريقة اللي قبل شوي تكون عندش ثلاثة أربعة وبعدين الأيري ثابته زين الأهني كنتور زي هذي طريقة متوزعة بالكامل زين متغيرة أوتوماتيك اللي تعطيش اللي هو فلازم تكون عندش كمبيوتر وتوزع ها وتعطيش البتن أو ساتيلايت أو واضحة تعطيش اللي هو البتن ترسم لك يا نوع معين زين ماشي ألوان مختلفة بالساتيلايت مثلا زين ويكون عندش قيج زين فتسوين كليبريشن وتعرفين بالضبط أن اللون هذا مثلا الشدة الأمطار هذه مثلا واضحة نوع من كليبريشن تسوين واضحة فهي العملية عشان تحصلين على بشكل عام زين ماشي لكن خلنا أفرضوا الحين أنه حصلنا على اللي هو فبالحالة هذه شنون راح نتعامل معاها نفس الفكرة تحطين اللي هو النفس المعادلة وشوفي المعادلة ترى كلهم نفس المعادلات زين يعني احنا في المعادلة الأولى كنا ناخذ هذي ل البي مجموعهم نقسم على شنو عددهم الطريقة الثانية نضرب بالأيريا ونقسم على التوتل الطريقة الثالثة نضرب بالأيريا نقسم على شنو التوتل فهذه يسمونهم ويتد أفريج مثل فحنا قاعدين نستخدم مع شي معين اللي هي شنو عبارة عن اللي هو الاريا واحد فحنا قاعدين نستخدم الاريا عشان نوزن اللي هو البرسبوتيشن بالحالة هذه زين ماشي فلما تين الطالعين اللي هو الاسوهيت بالحالة هذه تلقين مثلا هني العشرة هني العشرين هني الثاتين الاربعين الخمسين تاخذين الاريا in between نفس الفكرة قبل شوي نحسب الاريا لازم يعني أبي أحسب الاريا مثلا بين الاربعين والخمسين بين الاربعين والخمسين هني حسب بين هادي وهذه واضحة تطلع عندك هذه الاريا اوكي واضحة الفكرة بعدين تابعين تحسبين مثلا اللي بين العشرة والعشرين بين العشرة والعشرين تطلع عندك هذه اوكي شون حسبنا هذي اللي هي بين شنو وشنو بين العشرة وبين شنو الصفر نزيل بين العشرة وبين الصفر لأنه راح تعطيك اللي هي الاربعين يساوي شم خمسة هني هني الاربعين شم يساوي عشرة زاد عشرين عشرة زاد عشرين تقسيم اثنين يساوي خمسة عشر اوكي هذه عشرة زاد صفر تقسيم اثنين يساوي خمسة اوكي هذه نفس الكلام واضحة تقولين هذه عبارة عن ثلاثين زاد اربعين تقسيم اثنين اوكي اخر واحدة وحطلت استار عليها وبعدين الستار تحت كاتب استميت يعني زي ماشي فيعني مو مشكلتش هذي حتى هذه مو مشكلتش زي فنحن نقول مثلا هنا صفر مثلا نقول هني مثلا هني لاحظة هني ما حسب هوا ستين مو مع ستين خمسين مو ستين هني لما تأخذين خمسين زا ستين تقسيم بعدين خلاص تضل عندي نفس الفكرة بتقولين هذي ضرب هذي تساوي هذي وهذي ضرب هذي تساوي هذي وهذه واضح الفكرة فيطل عندي بعدين Total Total AB وهذه Total A نفس الCalculation بس الفكرة بالبداية مثلا الفكرة بالبداية غير بعدين نفس الCalculation بتقسميهم على بعض تقسمي هذه على هذه عشان تطلع عندك هم 27.9 هادي أدق واحدة اوكي فأدق واحدة اللي هي 27.1 لأن تاخد اللي هو الـ Variation حتى والدن اللي هو الـ Area الواحدة ازاي تاخد الـ Variation حتى والدن اللي هو الـ Area الواحدة يمكننا يكون عندك اللي هو الطريقة هادي تعتبر Unbiased ازاي لأن الطريقة اللي قبلها ممكن لن يكون عندك جبال مثلا ازاي فانت القراءة للجبال مونيش قراءة المديام الأمطار فوق الجبال مونيش الأمطار فوق الجبال ها صحيح شوفوا الماء لما ينزل المنوين ينزل دايماً بالجبل اوكي الـ Diamond اللي هو الـ Input الأمطار هناك المنبع مال الماء اللي هو الجبال هذي المرتفعة زي نصير فيها المنبع الأمطار غزيرة وتنزل بعدين الأنهار منها وتروح للوديان وتنزل واضحة فهذه عندنا الحين ثلاث اللي هو طريق زي ن تستميت اللي هو Area Precipitation بشكل عام واضحة هذه فكرة اللي هو الأمطار احنا أخذنا اليوم اللي هو الفكرة على الأمطار يعني أخذنا اللي هو Single Point شون نحسبها باستخدام Gate والTipping Bucket زي وبعدين شفنا شلون نستفيد منها ونطلع منها اللي هو Data اللي هو Heitograph أو Cumulative Graph أو مثلا اللي هو 30 Minute Graph أو One Hour Graph أو Two Hour Graph وهذه أهم Graph هذين اللي هو اللي نحسب منهم IDF Cures لأن IDF Cures نسوي كل الـ Design كل Structure من الـ Hydro زي Hydro Water شغلات اللي هي Hydro زي ماشي Structure كلها نستخدم IDF Cures أما سيكون عندش اللي هو Storm Water Management Systems نفس اللي هو Open Channel Calvert Storm Sewer زي زي ماشي أو تعتمد على Single Point يعني Time of Concentration حق Watershed إذن أو نستخدم ها To Control Flood إنما نخلي الماء يدخل مثلا مناطق معينة نستخدم فيها سدود Retention Basin Retention Basin أوكي رح تمر علينا الشغلات هذه أيضا بالتفصيل إن شاء الله اللي هو مع الوقت رح نكمل إن شاء الله على نفس الموضوع نتكلم عن اللي هو Evaporation في اللي هو المحاضرة القادمة في حد عندي سؤال غاية تعين ماشي هو حساب الاريا كلها نفس الطرق يعني إما باستخدام ما يكون يعطيش Scaled Square ماشي طريقة اللي هو مركات أو طريقة الامتحانات أو يكون مثلا Planimeter أو اللي هو الGIS مثلا البلانيميتر حق اللي هو الخرائط الورقية مثل ما قلنا زين الGIS اللي هو حق الشغلات اللي هو حق الثلاث طرق هذا الكلام بشكل عام زين فهذه اللي يعني اللي راح تسوي بشكل عام ماشي يعطيكم العافية